دائماً السياسات بدعة البنك الدولي تضبق في دول ما بكون عندها موارد كفاية ونحن الحمد لله الموارد عندنا كثيرة الموارد المادية والموارد البشرية برضو متوفرة لكن ما بكون فيه توافق بين الموارد الشايفين سياسات البنك الدولي ما بتيتناسب مع السودان لأنه دائماً هي بتحاول إنا بالدخل سياسات غاصية نحن مواردنا الحمد لله إذا كان على الشتاء أو على الصيف في زاقرة موارد زراعية أو معدنية هناية متوفرة جداً بس الإشكالية في سياسات الحكومة نفسها ما فيه سياسات البنك الدولي الحلول بسيطة جداً يعني كيف أنه نقدر نحول الكتلة الاقتصادية المنتجة من كتلة اجتماعية لكتلة اقتصادية حقيقية يعني مثلاً المزارعين إذا حولناهم مع الزراعة لتصنيع فبقوم ما فيه مشاكل كثيرة لكن هي سياسة الدولة دائماً بتحتمل على أنه بتخلي أنه بنك الدولي يدخل مع أنه أي ولاية إذا اعتمرت على الموارد بالإضافة للخبرات الموجودة فيها إذا كانت خبرات زراعية على المستوى الزراعية أو خبرات على مستوى التعديل أو غيره هي قافية جداً أنه تخرج كل ولاية تخرج باقتصاد متوازن يعني ما بنحتاج للبنك الدولي كتير وجربنا سنة الثالثة والرابعة أو حتى من زمن الحكومة السابقة يعني تقريباً دي السنة الخامسة نحن مع سياسة البنك الدولي وما في جديد والله نعم السياسات بتاعت البنك الدولي حالياً الوضع والله صعب جداً الوضع الاقتصادي صعب جداً الوضع المعيشي بتاعنا ذاته صعب جداً يعني الواحد يعني مرتبات ما بتكفي السوق غالي وحالياً نتمنى يعني تتغير السياسات دي لأنه الشعب والله الواحد ما قادر السعى الواحد مصاري بتاعت الأولاد ما يقدر البعيشة صعبة الدراسة صعبة ونتمنى يعني أنه الناس تنظروا اللي ما عاشي الناس أهم حاجة يعني سياساتهم دين إحنا ذاته ما نقبل في رأسنا يعني كونه طبقونا السياسات وتعوي ومجينة ومجينة وده كلنا نحن ما إننا ذا نحن في لقمة العيش بس لارين ناكل ونشرب بس والله ما أكثر من كده بالنسبة للوضع قبل وبعد تطبيق السياسات أنا بشوف أنه الوضع بعد تطبيق السياسات صار أسوأ يعني الوضع قبل التطبيق كان أفضل يعني كان المعيشة كانت نوعاً ما أفضل ما السياسات البنك الدولي حقيقة ما يعني حتى في بلدان ثانية برضو ما ما أصهرت تحسن في الوضع الأمثلة كثيرة في دول كثيرة والوضع هنا برضو نفس الشيء ما ما يتحسن يعني بالعكس الوضع كان من قبل كان أفضل الوضع سيء 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 للغاية فالمواطن ما أعلوي إلا الصبر يعني ما في حل حتى المظاهرة والجوطة والحياة التي يعملها النازلة ما بتغيير حاجة لأننا لما أخرب الشارع وقل على المترلوك وأخرب الأخوية المواطن ما حل فالحل إنه الناس تصبر شوية يعني خرب 30 سنة في شهور ما ما بيصلح في سنة في سنتين في ثلاث سنة ما بيصلح فالناس تصبروا زي ما بيقولوا تجاهد بالصبر ما أعلن الصبر يعني لأنه الشيء الحاصل على السودان والاقتصاد المدني والناس ترجع لحاجات كثيرة يرجع للزراعة يعني الناس تركوا الزراعة الزراعة هي الممكن تصلح لهم اقتصاد البلد فإذا الناس راجعوا للزراعة ورجعوا للحاجات اللي هي كانت زمان حاجة حلوة في السودان إنه سودان سلت غزاء العالم والليلة اليوم حدث ولا حرج والله يصل الوضع للتصادف في السودان الوضع الصراحة كده وضع يعني أقل حاجة قال عنه هو سي ما في أي نوع من الخدمات يعني زمان كان الدعم فيه كان بيخففهم الناس شوية كان البنزيم وتوفير وكده لكن الآن بيقى تعويم الجنيه وارتفاع الأزعار والتضخم وكل مؤسر على المواطن فالمضررين المواطن في النهاية فيه تردي في جميع الخدمات الصحية والتعليم والطرق كله ما في أي نوع من الخدمات أيها السياسات طبعا ضرت في السودان على قل الآن كان فيه دعم يعني كان فيه دعم المواطن كان ما حسب القصة دي لكن سي رفع الدعم من أي حاجة المواطن برضه يعني شنو زادوا المرتبات بالنسبة للناس وبرضه تضخم عالي يعني بيزيدوا المرتبات بأي جاي وتشي تكل الأزعار برضه طالعت بهناك زيادة المرتبات ما تستفيق ما تحملك أي حاجة نطلب من الحكومة أن هذا تراغب السوب تخفض الأزعار بتاع الألحاجات وإن شاء الله الأمور بيتصبط إن شاء الله الآن الوضع في السودان الوضع تحبان جدا بالنسبة للوضع الاقتصادي وأي أوضاع في السودان هنا يعني أصلا تمسيكه من وين يعني لو مسقت الاقتصاد مسقت أي شيء في الدنيا أو في النادى حتى معاش الناس أي شيء بيتلقاه دون الصفر أن إحنا الآن حتى في الولايات يعني المزأة التي أثرت على الناس أثرت على الناس شديد وفي ضايقة في المعيشة وبعد ذلك بعد المعيشة في حروب قبلية والمزأة التي إحنا بستنكرناها شديد جدا جدا أن الناس ترجع على صوت العقل وأن تشوف المواطن المتأثر في خليك من العاصمة عندنا هنا عندنا في الولايات وعندنا في الريف يعني المزأة التي مؤثرة مؤثرة كبيرة جدا جدا الاقتصاد واقع نحنا عارفين المزأة التي أثرت على السودان مزألة كبيرة جدا نحنا شاكرينهم ومغدرين ودارين كسودانيين أنه يعني يحتكلون على صوت العقلي ويقعدوا ويميزوا ويشوفوا الشعب ده عاو الشنو